بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف من برامج ومعاهد التربية الفكرية للصف الخامس ابتدائي مادة الرياضيات أحبايا الطلاب والطالبات قبل أن نبدأ في هذا الدرس يجب علينا إزالة جميع المشتتات ثانيا الاستعداد جيدا للدرس ثالثا متابعة التمارين بالكتاب هيا نبدأ درسنا لهذا اليوم وعنوان هذا الدرس العدد 30 أحبايا الطلاب والطالبات هيا نتعرف على أهداف هذا الدرس أولا أن يكرر الطالب والطالبة العدد 30 خلف المعلم ثانيا أن يميز الطالب والطالبة العدد 30 ثالثا أن يصنف الطالب والطالبة مدلول العدد 30 رابعا أن يرتب الطالب والطالبة العدد من العدد 20 إلى العدد 30 خامساً أن يكتب الطالب والطالبة العدد 30 سادساً أن يستخرج الطالب والطالبة العدد 30 من بين عدة أعداد إذن أحباء الطلاب والطالبات تعرفنا في الدرس السابق على حل أنشطة الكتاب الدراسي إذن قمنا بحل أربعة أنشطة من الكتاب الدراسي وفي هذا الدرس يا أحباء الطلاب والطالبات سوف نقوم بإكمال هذه الأنشطة إذن أحباء الطلاب والطالبات هيا نقوم بفتح الكتاب صفحة 100 إذن هيا نقوم بفتح الكتاب صفحة 100 في النشاط الخامس عد الأكواب والكرات ثم لون مربع العدد الذي يمثلها إذن أحباء الطلاب والطالبات لدينا هنا مجموعة من الأكواب الخضراء ولدينا أيضاً هنا مجموعة من الكرات هيا نقوم بعد هذه الأكواب وأيضاً هذه الكرات إذن هيا نقوم بعد هذه الأكواب رددوا معي يا أحبائي الطلاب والطالبات واحد إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون سبعة وعشرون ثمانية وعشرون تسعة وعشرون ثلاثون إذن عدد هذه الأكواب هو ثلاثون إذن عدد هذه الأكواب هو ثلاثون كوب أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذن هيا نقوم بعد هذه الكرات إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحدى 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 إذنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون إذن مجموعة هذه الكرات يا أحباي الطلاب والطالبات ستة وعشرون إذن الإجابة هي ستة وعشرون أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن في هذا النشاط السادس الموجود في الكتاب صفحة مئة وواحد إذن لدينا هنا مجموعة من الأعمدة إذن في النشاط السادس عد الأشكال التي أمامك ثم اكتب العدد الذي يمثلها لدينا هنا مجموعة من الأعمدة أعمدة الإنارة هيا نقوم يا أحباي الطلاب والطالبات بعد هذه الأعمدة أعمدة الإنارة هيا يا أبطال واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون سبعة وعشرون ثمانية وعشرون تسعة وعشرون ثلاثون إذن عدد هذه الأشكال إذن أعمدت الإنارة ثلاثون عمود إنارة أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن هيا يا أبطال نقوم بعد لدينا هنا هذا الرجل الآلي لدينا هنا رجال آليون هيا نقوم بعد هؤلاء الرجال واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر ثلاثة عشر 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 واحد وعشر اثنان وعشر ثلاثة وعشر أربعة وعشر خمسة وعشر ستة وعشر سبعة وعشرون ثمانية وعشر تسعة وعشر ثلاثون إذن أحبائي الطلاب والطالبات هنا لدينا ثلاثون رجلا آليا أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذن أحبائي الطلاب والطالبات لدينا هنا في النشاط السابع اكتب العدد ثلاثون إذن أحبائي الطلاب والطالبات هيا نقوم بكتابة العدد ثلاثون إذن هيا نقوم بإمساك القلم المسكة المناسبة ثم نقوم بكتابة العدد ثلاثون إذن هيا نقوم بكتابة العدد ثلاثون بتتبع النقاط التالية إذن ثلاثون ها هو العدد ثلاثون ها هو العدد ثلاثون إذن ها هو العدد ثلاثون أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أحباي الطلاب والطالبات شاهدوا معي هنا هيا نشاهد إذن هيا نشاهد هنا لدينا هذه الأشكال سوف أقوم بعد هذه الأشكال إذن هيا نبدأ بعد هذه الأشكال واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر ثلاثة عشر 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 واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون سبعة وعشرون ثمانية وعشرون تسعة وعشرون ثلاثون إذن عدد هذه الأشكال ثلاثون شكراً أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات أشكركم على حسن الاستماع كان معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف وإلى درسنا